من جديد أهلنا بكم أنهى مجلس النواب تحضيراته لعقد مؤتمر يشارك فيه نظراءه من دول إيران وتركيا والسعودية والأردن وسوريا والكويت حيث تاتي الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية في مقدمة جدول عمل المؤتمر فيما يبحث العراق عن مصالحه على مختلف الصعود والمستويات مؤتمر مجالس نواب دول الجوار العراقي حدث دعا إليه رئيس البرلمان لنظرائه المزمع عقده في بغداد حيث تقفز أولوية توحيد المنطقة عربيا على الأقل في مواجهة تحديات معقدة ابتدأت بحروب وتغييرات سياسية وجرت لقطيعة عربية عربية حضور مستوى عالي من رئيسات البرلمانات الدول المجاورة إلى أرض العراق سوف يضطي زخم معناه كبير جدا طبعا سبقه أيضا تعرض زيارات مهمة جدا لرؤساء دول وكذلك رؤساء وزراء رئيس وزراء بعض الدول حضر فبالتالي هذا زخم معناه كبير جدا هذا إشارة بأنه العراق عيد عافيته وصحته في المنطقة العراق كان وما زاله هو الحجز زاوي في هذه المنطقة يستخلص العراق من زيارات متبادلة لدول المنطقة ومؤتمرات نوعية تمثل إلى حد ما قمة مصغرة تقتصر وذاك ليس عيبا على دول جواره وأقليمه كل فائدة متوخة يرتفع نسق السياسة المحلية العراقية ومناسب التفاهم ولعل أبرز أمثلة واضحة على ذلك هي جولات رؤساء البلاد الثلاث وتلك ما تعد في عرف السياسة وأهلها تواصلا مع عالم خارجي كان التواصل معه ممنوعا لشيء أو لآخر أن تنظم العلاقات على ضوء المصالح المشتركة هو هذا السعر الحديث للحكومة بشقيها التنفيذ والتشريع فنعتقد نحن محتاجين إلى دول جوارنا إلى إخواننا وإلى أشقاننا وكذلك دول الجوار كذلك محتاجة للعراق تقف بغداد على عمليات إحصاء نتائج زيارات مسؤوليها وجسور الود السياسي التي مدتها مؤخرا مع الجوار وغيره بمؤتمر تدعو إليه رؤساء مجالس تشريعية بصرف النظر عن مخرجات مثل تلك المحافل وما يمكن أن تنتهي إليه على غرار قمم واجتماعات مماثلة لكن المحاولة تبقى أفضل من لا شيء والرسالة واضحة الرموز بلد يستعيد عافية أمنه وسياسته وعاصمة لم يعود لها خط محظور سواء كان عربيا أم غير عربي سرمت فاضل رشيد